السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة سعاد تيبي كنتمنى من كل قلبي هاد الفيديو يلقاكم في كامل الصحة والعافية شكركم جزيل شكر للحسن المتابعة وعلى تعالقكم الجميلة والطيبة اللي كتخليوا لي اليوم ان شاء الله غدي مقترح عليكم حليوة اولاد وزاتي رائع 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 بمعنى الكلمة غدي يعجب الصغار وغدي يعجب الكبر مكونات بسيطة او ساهلة اقتصادية الكيمية ما شاء الله وفيرة كنتمنى من كل قلبي تعرفوا معي على المكونات وطريقة تحضر غدي نحتاج مي وخمسة وعشرين غرام من الزبدة بيضة واحدة قريصة ديال الملح نصف كأس من السكر نصف كأس من الزيت نصف كأس من الناشا او للميزينة اللي كتبقى اختيارية ماشي ضروري غدي نحتاجوا معلقة ديال بودرة حلو ممكن تعاوضوه بحد الصشي ديال الكاكاو غدي نحتاجوا واحد الكيمياء من الشوكولات حبيبات غدي نحتاجوا خمسة ديال كؤوس الا ربع من الدقيق غدي نحتاجوا كيس من الزيت كيبقى اختياري وكيس من الخميرة الحلويات ما يعادل تمانية غرام في ايناء غدي نوضعو الزبدة بالنسبة للزبدة بحرارة المطبخ انا استعملت المارغارين ممكن تستعملو الزبدة ديال العلبة هكي القياس وحدة ربعات المعالغ غدي نوضعو ليهم نصف كأس من السكر بالنسبة للسكر حلاوة دائما كتبقى على حسب الضوء ديالكم قريصة ديال الملح وغدي نضمج جيدا الزبدة مع السكر وغدي نضيف كيس من الفاني بالنسبة للفانيلا وخامة عملو هاشي ما عند هاشي شي دور كبير لان ما شاء الله الشوكولات بودرا كيعطي المادق ديالو في الحلوة وايضا الشوكولات غدي ندمج جيدا الزبدة وعاد غدي نضيف البيض غدي نخلط بنفس الكيفية بنسبة لبيض بيضة واحدة وغدي نضيف نصف كأس ديال الزيت وغدي ندمج حتى نحصل على وحد الخاليط اللي هو يسائل والمكونات من ساجمة وعاد غدي نضيف نصف كأس من ناشا او للميزينة او لدقيق الدورة ومعلقة ديال الشوكولات بودرا حلو وممكن تعاوضوه بكيس من الكاكا والمر او لمعلقة ديال الكاكا والمر غير هاد الشوكولات الحلو بودرا كيكون مداقو زيون اكتر من الكاكا والمر ضيفت كيس من الخميرة مايو عدل 8 غرام وغدي نبدن نضيف دقيق تدريجيا بنسبة لدقيق تقريبا 500 غرام او لنصف كيلو غدي نضيف فوه تدريجيا غدي نضيف نصف الكمية دير الشوكولات حبيبت غير هاكا واحد الكمية اللي قليلة وغادي نستمر بجمع العجين بنسبة لعجينة ديالي ما تكون شي قاسحة باش يجينا لكوكيز ديالنا او للحلوة ديالنا شيشة وزوينة كنتمنى قوامها يكون واضح لكم تبقى راطبة اذا قصحتوها غادي تبقى تطلق لكم الزبدة الزيت وبالنسبة لدقيق الكاس الخامس يعني 5 ديالكوكوس إلا ربع يعني الكاس الخامس بقى لي منه داك الشوية اللي وريتكم بعد مجمعة العجينة ديالي هاكا وضعت عليها الشوكولات اللي كان بقى لي وغادي ندير معكم كويرات بنسبة انا غادي نخدم معكم هكا جوشكيلات باش الاخوات اللي ما عندهمش المريشمات غادي ديروها تشكيل تاني كاقتراح او لا تعملوا شكيل اللي تبغيوا غادي ناخد العجين ديالي غادي نشكل كويرات كلها كويرات نحاول نوضع ليها كوحد القيطع ديال الشوكولة او لحبيبة الشوكولة بنسبة لهاد حبيبة الشوكولة ما كيتحرقو ما كيدوبو اذا كان الشوكولات قيطع يعني خديته غادي شوكولة العادي وقطعتوه طريفة طريفة فحاولوا يعني يكون يكون مع الخالد باش هكا ما يبقاش على الوجه باش ما يتحرقش غادي هكا نكور هكا كل وحيدة نحاول نعمل هكا حبيبة فق منها بنسبة لعجينة ديال هاد الحلوة فهي عجينة اللي راطبة وزوينة يعني كتساعدكم في الخدمة ديالها هنا غادي ناخد واحد الشوكات او لوحد الفرشيطة او للمشاكة وغادي ندير هكا غير هكا كتساعدين هكا من الوجه بهات الشكل بهات الشكل يجي هكا مزيون والحلوة ديالك تجيه شيش يعني كيف ما زينتو هكا تجيزوينة يعني وخا تخليوها هكا غير مكورة تخليوها تشقق كتجي زوينة يعني كتجي رائعة غير يدابغيتوها تجيكم شقة غادي تديرو لي هطيب ديال الغريبة البهلة النار تكون من الفوق حتى تشقق قعد طيبوها من الأسفل هنا غادي ناخد الكمياد العاجل اللي بقتلية غادي نطلقها فوق الورق ما كنستعيل لبداقي قلب تشي حاجة غير هكا مباشرة فوق الورق بالنسبة ضروري تعملوها كفوق الورق ولا فوق البلاستيك هنا غادي ندير معاكم الشكل اللي غادي نطبعوه بالنسبة أنا درت معاكم بجوش طرق غير على حساب الأخوات اللي ما يقدرش يكون عندهم المرشم يعني هكا كنعمل بعين الاعتبار لكل شي هكا مبعد مما كنطلق الفراغات اللي كيبانو ليا كنوزعها كفوق شوكلاة حوبيبات غادي نخدم معاكم بهذا المرشم هذا أولا يعني هادو تقريبا نفس الشكل الخدمو باللي متوفر عندكم أولا بأي طبع آخر غادي ناخد طبع ديالي غادي نبدأ نديرو في الدقيق بالأحسن نديروه في الدقيق ونديرو هكا طبعو به بالنسبة للسمك العجين مايكون شرقيق ومايكون شغليد بالقياس اللي بغيتو أنا خليت تقريبا هكاك واحد نصف سنتيم بنسبة لخاميرا مع مناش كمية كبيرة يعني ماغديش ينتفخ بزاف في الفرن غادي بقام حافظ تقريبا على نفس الشكل تنطبع العجين ديالي كله بنفس الشكل غادي ناخد واحد الكيغضون خاشبي وغادي نحاول نوضع هكا واحد تقوب في الدوائر ديال الحلوة ديالي باش يجين هكا واحد الشكل اللي زوين بالنسبة لهاد الكيغضون او لدي هاد العاود الشيواء كيعطي واحد الشكل مزاون ولا واحد تقوب زوين وكان تقب بالاسفل ديالي وما شيف بالراس لي كيكون ماضي بهاد الشكل وبحت بهاد طبع هدا غادي نوريكم كيف اشكي خرج يعني وخاه هما تقريبا نفس الشكل دائري كي الاختلاف هكا شوية في الزواقة بنسبة لكم تطبعوا بأي مرشم عندكم بأي مرشم كي يعجبكم كتحبو قليب وستاطيل دائري الاهم هي القوام ديال الحلوة ديالنا والمضاق ديال من بعد ما كنكمل كيميات العاجي كي تحييدو بكل سهولة من فوق الورق وخام كنديرو لا دقيق لتحاجة بهاد الشكل كنحييد الحلوة ديالي و كنحطهم في الطاوة اللي ان شاء الله تدخل الفرن اما يكون مفرش فيها الورق او لتحطوا الحلوة ديال مباشرة بنسبة الحلوة ما غادي تلسق لوالو لان فيها الزبدة حلوية لكي كن فيهم الزبدة ما تخافوش نهائيا انهم يلتسقوا البقي يد العجين كنا عاود نجمعهم غادي نزيد شي وحيدة هاكم كوري وباقي العجين غادي ان شاء الله نديرو كما طبعتم في الأول هاكم بعد ما كن كورو كنطبعو بالفرشي طبعه الشكل طريقة جيد سهلة وعمليا تمدير اللي بغيتو بنسبة أخوتي لهاد الحلوة دينا غادي ندخلو هالفران اللي مشعل من الأسفل يعني حتى نحط الطوا دينا هادي نشعل الفران غادي يكون مشعل غير من الأسفل حلوة دينا غادي نحط هالفوق يعني النار غادي تكون مشعل من الأسفل ديالها حتى تحمل هكا من الأسفل وتشب الراس عاد غادي غادي إن شاء الله نحمر هم على الوجه المقادير طريقة تحضير بالصور إن شاء الله غادي نخلي لكم كل شي على الصفحة ديالي على موقع كوكباد لكي تعتبر أكبر موقع للطبخ والوصفات ممكن أخوتي حتى انتم ما تشاركوا الوصفات ديالكم فيه وتعرفوا على الطبخ من جميع الدول طريقة سهلة بيش تحمله في الهاتف ديالكم غادي تحمله من بلاي ستور كتدخلون بلاي ستور تكتبوا كوكباد غادي تحمله في الهاتف ديالكم غادي تدخلوا عن طريق الدولة اللي انتم ما ايا فيها مثل المغرب ولا اي دولة انا بالمغرب دخلت من بعد ما كتدغط على الدولة كي اعطيكم هاد الباج دخلو اما على جوجل ولا الفيسبوك حال انا دخلت مباشرة دغطت على الفيسبوك كنفتح فيه الباج بالنسبة من الاسم انا دخل معكم باسم القناة الطريقة سهلة بيش نشر الوصفة ديالكم غادي تدغط غير لها الدائرة اللي فيها زائد غير غادي تدغط عليها غادي اعطيكم المراحل فين تكتبو طريقة التحضير والاهم ان الوصفة ديالكم غادي تبقى فيه اذا بحثوا عليها من جوجل غادي تطلع عليكم تعرفوا على الطبخ من جميع الدول والاهم ان شي وصفة عجبتكم عملوا لحفظ ومن بعد ما كتدخلوا التطبيق فق ما دخلت غادي تلقاوها يعني بدون كونيكسي يعني الوصفة زوينة والاهم تواصلوا يعني فيه حتى فين تراسلوا وكن شكور الاخوات اللي تركوا للرسائل ديالهم فيه الله يجزيكم باخير وشكرا على الحب ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم ربي يفرحكم كيف ما كتفرحوني والحلوة ديالنا من بعد ما خرجت من الفران كتكون على هات الشكل تجيزوين والنسبة ديالها ما شاء الله ما شاء الله عاطية في الدر ممكن تخليوها بهات الشكل هذا كما ممكن تسينوها باش ما بغيتو بس انا غد نخليها على هات الشكل لان ندرت ها كغير الايام العادية بالنسبة يكون مناسبة ولا نديرها اللي عيد ولا شي حاجة كنلسق جج بالمربة و كنغلفهم بالشوكولة يجيوا ايضا زوينين بالزف بالخصوص اللي بالطابع اللي كنضغط عليهم بالفرشيط هكا كنزينهم بخطوط الشوكولة يعني في المناسبة اما الايام العادية لدو ذاتي كنخليه بهات الشكل هذا حلي ودي انا كتجي عليها تشكل هشيشة بزاف 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 صوروش هشيشة كتدف الفم كتجمع ما بين واحد المادق ما شاء الله مرمل و ولدي يعني اللدة من نظر لكم شاء لها اللدة لديدة لديدة بزاف بزاف كنتمن من كل قلبي ان هي تكون واضح عليكم في الصورة شكية اللي طبعناها كب الفرشيط تحت غير احتفظوا بها في شي علبة محكمة الإغلاق فق متهزوا منها كتبقى محافظة على القرمشة ديالها صدقوني غدي تعجبكم غدي تعجب ولدتكم لأن فعلا فعلا الديدة وهشيشة ورائعة رائعة رائعة بمعنى الكلمة كنتمن تكون واضح عليكم في الصورة كنتشكركم جزيل جزيل شكرا لحسن المتابعة لتعاليكم الجميلة والطيبة وعلى الاهتمام ديالكم الله يفرحكم والله يجزيكم بكل خير كنتمن لكم دائما كل ما هو جامل ودوام الصحة والعافية استودعكم